راح نتكلم شباب في هذا الفيديو عن مشكلتي مع اليوتيوب نعم لان عندي مشكلة مع اليوتيوب اللي هي مشكلة درع المائة الف شباب لم يعطوني درع المائة الف مشترك تخيلوا انا وصلت الى المائة الف مشترك في هذه القناة فانا ارسلت شباب رسلت اليوتيوب شو قبل ما نبدأ في اني احكي لكم الموضوع وهكذا لا تنسوا شباب اللايك والاشتراك ويلا نخش في الموضوع يا حبيبي طبعا انا شباب يعني هكذا احكي لكم من البداية يعني كنت هكذا عادي جدا انزل محتوى هكذا بعدها تطورت وهكذا حتى وصلت الى المائة الف مشترك شباب كنت واضع في بالي يعني اني ساحصل على درع المائة الف عادي جدا يعني من دون اي مشاكل لكن شباب انا ما عرفت انه اليوتيوب هكذا يتعامل يعني لازم شورط معينة لكي تحصل على الدرع شورط صارمة جدا لكي تحصل على الدرع فشباب انا وصل ذلك اليوم ووصلت الى يعني المائة الف مشترك ما شاء الله وهكذا ووصلت عادي بعدها شباب انا رسلت اليوتيوب في نفس اليوم تخيلوا انا وصلت مائة الف اليوم رسلتهم يعني في نفس اليوم نعم في نفس اليوم بعد يعني اربع ساعات وهكذا الوقت اللي وصلت فيه يعني المائة الف بعد ما رسلتهم شباب ردوا عليه في اليوم التاني نعم رسلت لهم هكذا ملأت نموذج لكي يعني هكذا تخبرهم باني وصلت تخبرهم بانك وصلت الى المائة الف واريد طلب درع المائة الف رسلت لهم بعد ردوا عليه بعد يوم شباب وقالوا لي بان قناتك غير مؤهلة وهكذا لكي تحصل على درع المائة الف مشترك وكتبوا لي هكذا شورط الاهلية لكي احصل على درع المائة الف وهكذا شورط الاهلية شباب انك لازم يعني توصل الى المائة الف مشترك وايضا لازم يكون محتوك اصلي وهكذا رح اوريكم شباب انا مصور كل هذا سجلت هذا الفيديو يعني سجلتو لشورط الاهلية رح اوريكم اياه هذا هو نعم شباب شوفوا جوائز صناع المحتوى في يوتيوب اوكي رح تشوفون شباب يعني هذه المعايير الاهلية انظروا كي تكون مؤهلا لنيل جائزة صانع صناع المحتوى يجب استفاء المتطلبات التالية يجب شباب هذه المتطلبات لازم تكون يعني متوفرة في قناتك قناتك يعني هذه تلبي هذه المعايير ان تحقق قناتك انجازا من حيث عدد المشتركين المستوى الفضي مائة الف المستوى الدهبي مليون والمستوى الالماسي عشرة مليون والماسي الاحمر مائة مليون مشترك وايضا شباب انظروا هذه المعايير الاهلية اللي اتكلم لكم عنها يعني الاخرى من غير يعني انك توصل مائة الف وهكذا انظروا ان تكون قناتك نشطة اي ان تكون قد حملت حملت محتوى الى القناة خلال اخر ست اشهر واكيد انا احمل كل يوم محتوى شباب كل يوم فيديو هكذا فرح نشطب على هذا يعني هذه المعايير هذا الاول شباب المعيار الاول رح نشطب عليه شباب لاني محققه الا تكون قد صدرت بحق قناتك اي مخالفة ناشطة لارشدات المنتدى اكدوا لي على ناشطة شباب لازم تكون ناشطة مخالفة ناشطة انا ما عندي اي مخالفة لما يعني رسلت اليوتيوب وهكذا ما كان عندي اي مخالفة ولا تحذير لان اليوتيوب يعطيك تحذير بعدها يبدأ بالمخالفة انا شباب ما عندي لا مخالفة ولا تحذير انظروا وايضا كتبوا لك ولم تصدر اي مخالفة بحقها خلال اخر 365 يوم يعني اخر سنة تخيلوا انا صراحة شك في هذا شباب لاني انا اتذكر باني حصلت على مخالفة ارشادات منتدى نعم لكن لم يمر عليها سنة يعني 365 يوم بعد تلك المخالفة لم يمر انا شك في هذا الجزء شباب من هذا المعيار نعم المعيار التاني التاني نعم بعد يعني تحقيق الشورط لتوصل 100 الف وهكذا المليون وهذه الشورط المهم ايضا انا شك في هذا شباب الجزء ايضا خلينا نقرأ الباقي ان يكون حسابك متوافقا مع بونود الخدمة في يوتيوب اكيد حسابي متوافق وكل شيء شباب ما فيه اي مشاكل الا يكون قد تم تعليق اشتراكك في برنامج شوركاء يوتيوب يعني ما يكونوا وقفوا الربح شباب على قناتك ايضا انا ما وقفوا الربح ولا مروا قناتي سليمة وايضا شباب خلونا نقرأ اين توقفنا الا تكون قناتك مغلقة او مرتبطة بحساب تم اغلاقه قناتي ليست مغلقة قناتي يعني نظيفة جدا عادي شباب وليست مرتبطة بحساب تم اغلاقه يعني قنات او حساب تم حذفه وهاكذا ليست مرتبطة نهائيا انا عندي قناتين كل القناوات تشتغل عادي جدا ليست فيها اي مشاكل الا تضم القناة محتوى مضللا او غير مرغوب فيه او مخادع شباب محتوى مضلل يعني مثلا انت تتكلم داخل الفيديو عن لعبة جيت ايسون اندرس وتضع في الصورة المصغرة مثلا لعبة كرة قدم وهكذا فهمتموني شباب تضلل يعني الناس او محتوى غير مرغوب فيه يعني غير مرغوب فيه هكذا محتوى شباب يعني يحض على الكراهية او غير مرغوب فيه شباب الناس ما تبغى هذا المحتوى يعني محتوى سيء هكذا مثلا محتوى يدعم الارهاب او محتوى جنسي وهذه المحتوى يا شباب محتوى غير مرغوب فيه او محتوى مخادع تخدع شباب الناس وهكذا أو تخدع يعني اليوتيوب وهكذا هذا المعيار ألا تضم قناتك محتوى مضللا وغير مرغوب فيه أو مخادع هذا قناتي يعني نظيفة جدا من كل هذا وأيضا انظروا شباب المعيار الأخير خلينا نشوفه أوكي هذا هو نعم المعيار الأخير أن يكون محتوى القناة الرئيسي أصليا وأنا محتوي أصلي أكيد أنا من تصويري الخاص وكل شيء من صنعي الخاص قد لا تكون القنوات مؤهلة للحصول على جائزة إذا كانت تركز على نشر محتوى مجمع أو تشكيلات من المحتوى أو تنظم فيديوهات من قنوات أخرى يعني يأخذ فيديوهات من قنوات شباب أخرى وينزلها في قناته وهذا أكيد لن يعطوك الدراع أنا كل محتوى كما قلت لكم محتوى أصلي حصري ملك لي شباب أنا اللي أصوره وكل شيء وأنزله المهم وأيضا تنظم فيديوهات من قنوات أخرى ضمن قوائم تشغيل هذه أيضا لا أفعلها أنا أو تستخدم بشكل كبير محتوى أو شخصية محمية بموجب حقوق الطبع والنشر لصنع محتوى أخرين أنا لا أستخدم كل هذا كل محتوي قلت لكم أني أصوره أنا وكل شيء يعني ملكي تصويري الخاص وكل شيء ملكي شباب هذه هي أنا وريتكم كل المعايير معايير الأهلية ومعايير الأهلية كلها يعني أن قناتي تستوفي كل معايير هذه الأهلية فلا أدري لماذا اليوتيوب رفضوا قناتي لكي تحصل على درع المائة ألف مشترك لا أدري لماذا صراحة قلت لكم بأني شكيت في ذلك الجزء شباب اللي هو لازم ما تحصل على أي مخالفة مخالفة إرشادات منتدى في أخر 365 يوم لازم تمر عليك 365 يوم بعد ما تكون حصلت على مخالفة إرشادات منتدى ولا أدري صراحة أنا أعتقد هذا واللي يعني يوجد يوتيوبرز حصلوا على درع المائة ألف فاقدة يخبرونا في التعليقات هل حصلوا على مخالفة وطلبوا الدرع وقبلوا قناتهم اليوتيوب قبلت قناتهم لكي تحصل أنا صراحة لأدري أنا قررت أنزل هذا الفيديو لكي أفهمكم يوجد أشخاص يعني يسألوني دائما يكتبوني أين درع المائة ألف وهكذا نزلت هذا الفيديو لكي أقول لكم عنه وتعرفون أيضا لأني أنا أيضا تكلمت شباب من قبل عن هذا شباب لكن لما يعني أتطرق لكل هذا الأشياء المعايير الأهلية وهكذا تكلمت فقط بأنهم عن رفضهم لقناتي رفضوا قناتي لكي تحصل على الدرع وهكذا قلت لكم هكذا فقط في فيديو معين أظن فيديو كان فيديو رعب في لعبة جيتي إيسان أندرس فأنا نزلت هذا الفيديو يمكن يمكن يوصل ليوتيوب شباب هكذا الأشخاص اللي يعني يشتغلون في اليوتيوب يمكن يشاهدوا هذا الفيديو يراجعوا هكذا ويمكن يقبلون هكذا ويعطوني الدرع تدعو لي شباب التعليقات يمكن يقبلوا ما تدرون يمكن يعطوني الدرع هكذا لأنه صراحة أعتقد بأنه هذا ظلم كبير شباب كيف لازم 365 يوم لا تأخذ يعني مخالفة وأكيد الشرط يعني واضح جدا وهكذا أكيد لكي يعني تعرض الناس للخطر وهكذا من المحتوى المخادع وهذه الأشياء وهكذا ليوتيوب يعني يحافظ شباب على هكذا على المحتوى يعني هكذا اللي ينزل محتوى مخالف وهكذا يجلد وشباب يعطيه مخالفة يوقف الربح على قناته ويسولوا أشياء كبيرة جدا ومشاكل كثيرة فهكذا يا شباب أنا نزلت هذا الفيديو لكي أتمنى صراحة أن الأخص اللي يشتغلوا في اليوتيوب هكذا يتفرجوا هذا الفيديو ويفهموا يعني يفهموا بأنه صراحة هذا الظلم كبير لأنه كيف أنا قناتي نظيفة وهكذا ما فيها أي مخالفة المفروض يقبلوا قناتك غير مؤهلة وهكذا مع أنها نظيفة وكل محتوى محتوي محتوي الخاص من تصوير الخاص وكل شيء ملكي كيف يقولون لي بأن قناتك غير مؤهلة وهكذا لا أدري صراحة والمشكلة أني رسلتهم مرة أخرى شباب ليس مرة واحدة رسلتهم عديد من المرات أكثر من عشر مرات شباب أنا لا أبالغ رسلتهم كثير مرات في المتصفح توجد خاصية تتواصل مع مع اليوتيوب يعني تتواصل معهم شباب بفريق دعم اليوتيوب شباب تتواصل معهم وأيضا تتواصل معهم عن طريق الإيميل شباب نعم الإيميل اللي أرسلولك إياهم ورفضوا قناتك تتواصل معهم عن طريق ذلك الإيميل أنا تواصلت معهم وشرحت لهم كل شيء وكل مرة يرسلوا لي نفس الإجابة شباب نفس الرد دائما اللي هو أنه قناتك غير مؤهلة ويكتبوا لك نفس تلك المعايير شباب اللي هي أنك توصل 100 ألف ويكون محتوىك الخاص وأن لا يكون قناتك توقف عليها الربح اللي وريتكم تلك معايير الأهلية فلي يفهمون شباب في هذا المواضع هي معايير الأهلية وهكذا يفهمون فيها جيدا أتمنى يفهموني في التعليقات فيها يقولوا لي بأنه هذا الشرط اللي هو أنك لا يكون في قناتك مخالفة إرشادات منتدى ناشطة هذه مفروق منها فهمتها وأيضا يفهموني في هذه شباب أنه لا تاخد لا يكون يعني مرت عليك 365 يوم بعد أن بعد ما تحصل على آخر مخالفة شباب لإرشادات منتدى أتمنى يفهموني في هذا الشرط شباب يكتبوا لي في التعليقات هل يعني ضروري أم لا إذا ضروري صراحة كارثة شباب لازم تنتظر وقت طويل جدا لكي يقبلوا قناتك وتحصل على الدرع فأتمنى أنكم فهمتم شباب وهكذا أنا نزلت هذا الفيديو لكي أفهمكم وأيضا لكي يمكن اليوتيوب يشاهد هذا الفيديو كما قلت لكم وأيضا يشوف يمكن يعطوني يقبلوا ويعطوني الدرع وهكذا يراجعوا قناتي شباب ويعني يعرفوا بأنهم مخطئين لا أدري شباب إذا كانوا مخطئين أم لا لكن أتمنى صراحة أن يكونوا مخطئين لأنه صراحة ظلم كبير أنه ما يعطوك الدرع أنت تستحقه وكل شيء وما يعطوك الدرع المهم شباب في الأخير لا تنسوا والله كل اشتراك ويلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله ومع السلامة أتمنى أن يعطوني الدرع والله أتمنى صراحة يوتيوب هايا أنا أعتدر منك صراحة هيا أعطينا الدرع أرجو أن تعطينا الدرع قناتي مؤهلة ليش تقول لي غير مؤهلة وقناتي نظيفة من المخالفات وأنا أتبع شراط اليوتيوب وكل يوم أنزل محتوى وكذا أتمنى أنك يعني تعطيني الدرع أتمنى يا يوتيوب يلا